طب شفت الفيديو شفت الفيديو تفرقت عليه هو بكلم سمعت الكلام اللي قاله وانتي انا هسألك بس وقال انتي مش مستغربة حد ازاي بيقول على نفسه العميل دي كله انه هو عمل الكلام ده كله وانه هو تحايل يعني مجاش في زين اللحظة انه هو تحايل على القانون ضد العرف ومش متاحه بيقولي مش متاحه الكلام ده كله انتي مش مستغربة ازاي قبل وطلع على التلفزيون واتكلم وكلمة عشانها ازيها يبقى هاعمل كده ولسه هاعمل تاني لا امه ليه دي حبيبتي ملامح الشخص النرجسي معقولة شخص نرجسي 100% بس هو ايه مين الشخص النرجسي هو بيعمل ايه الشخص النرجسي بيبقى قناني مغرور بس ده عايز يجيب الشقة عشان ولا دوريام حرام عليك اسمعيني حرام على مين بس ولاده ايه هياخد شقة عشان ولاده مين هوا مين اللي قاعد في الشقة يا ساي لا وهما هما قصر طلع لفقانون كمان هما قوة بتاعتي يعني اقولك ليه بقى الكلام ليه بقولك انه هو بيتكلم كده لانا انفرجت على الفيديو بتاعه لا هو فيه حتت فيه لا هو قاصد ليه لان ده الانا هو مش شايف غير انه هو حاسس ان الدنيا ظلمته هو ما خدش حقه هو كان المفروض وضعه يبقى احسن من كده ازاي بقى وضعك كده بيبيع المظلومية هو عايز يحس ان هو موجود وإلا ما كانش يتكلم التلفزيون عشان يجي يصوره ويقول انه هو عمل الكلام ده كله وتحايل على القانون كده بيبقى انتهى الاريحات هو اللي علم مراته تعمل كده هو اللي علم لا بصي القهر انت اهدم ع شخص نرجيسي شخص نرجيسي ده ايه شايف ان هو انا الاول يعني لو في مصلحة ابنه لا يبقى انا الاول ما يشوفش ابنه ما بيشوفش ابنه كده العشرة ما بيكلموهوش يا ريهام فيه طبعا فجوة اخلي في عشرة ما فيش واحد منهم بطلع ولد ونصالح ولا لتلعب فيك طبعا فيه جفاء لان لو انتي مش شايفة غير نفسك انت شايفة ده حواليكي طبعا هل لما يكون الاب يا سالي شايف نفسه هو مش شايف اللي حاليه ولاده اللي هو مسؤولين منه من رطاطو اللي هو هيسأل عليهم قدام ربنا كل الكلام ده مش شايفه ومش حاسه هو شايف انه هو ايه انا اللي اتظلمت انا اللي بقى عدي 67 سنة وثلاثة كلم عش ده جيف فجأة سمعتني انا مش متهم هو مش متهم هو مغلطش يعني هو بلع عن نفسه فخلاص كفرت عن زنبي ما تحدو بقى فهمه تعالي تعالي عايز نتكلم بالعقل كانت اتنين معقلين يعني ايه اوه بقولك ده شخصية عنده سلوك مراضي اسمه نرجسي انا مش بتاري انا بكلم بجد ده كلام عين 100% سلوك نرجسي سلوك نرجسي بني ادم مش شايف غير نفسه ومش شايف غير انه هو صح وشايف ان الدنيا ظلمه وشايف انه هو يستحق احسن من اللي عنده وبالتالي ما بيشوفش اللي حواليه وبيبتقي وكل حاجة حواليه من حق هو مش من حق حد تاني عارف اللي هو ياخد البرتونة كبيرة انا عايزة حتة الفاكه لا حتة اللحمة كبيرة دي بتاعتي طب مش لما راجل بيبقى نرجسي كده ويخلف بيبقى ابن ادم سوي لا طبعا لانهم بيحب عياله بقى دول اغلى ماليك ده انت اللي جايبهم ومبتوعك هو عنده ديسترابشن عنده مشكلة في الشخصية بتاعته ده لازم يعني لازم حد يتكلم معاه ده لازم يروح يتعالج بجد بجد ليه اه ليه يعني عايز حد اه طبعا انت شايفه شكله هو بيكلم قدام الكاميرا انا قلت نصح اوي انا قلت ده يعني نصي اه بس انت لما يكون واحد الافلام اللي بنشوفها اه نصح ازاي وهو بيقول على نفسه انا عملت الجريمة الفلانية واتحقت عالدولة كذا وعملت كذا ده ادريت حكى عالدولة يا رب ادريت حكى عالدولة يا جدع اديني اديني امارة بالبتين اللي تبانوا اديني امارة ده واحد ازاي زكي مش ممكن يكون زكي ويقول على نفسه الكلام ده كله لا انا بقى شايفا حاجة تانية اي مصيبة واي مشكلة وينتقم منها انا هأذيك حتى لو انا هتأذي لو انا هموت نفسي بس اموتك هموت نفسي عشان ده بقى يبقى شخصية اي بقى ديسة لا ده مش غل ده شخصية غير سوي تانكيو ما انا شايفة كده انا شايفة انه عمل كله هو دماغه حلوة وعدوا يلعبه هما الاثنين فجأة كلت اللقمة هي الواحدة زي ما بيقولوا وخدت الشنطة وجري شكرا